أهلاً بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد مع توقع أندرويد 12 في غضون أسابيع قليلة ستطلق سامسونج على الفور واجهة One UI 4 يمكننا بالفعل معرفة قاهمة الأجهزة التي ستستفيد من التحديث المستقبلي لواجهة سامسونج حالياً تحتوي أحدث هواتف سامسونج الذكية على واجهة One UI 3.1 ويستند تخصيص واجهة المستخدم هذا إلى أندرويد 11 في غضون أسابيع قليلة سنتمكن من اكتشاف One UI 4 استناداً إلى إصدار أندرويد 12 الجديد السؤال المطروح ما هي الميزات المتوقعة في One UI 4؟ لا نعرف حتى الآن ما الذي سيتم تقديمه مع One UI 4 في الواقع ستستند واجهة سامسونج الجديدة إلى أندرويد 12 الذي لا يزال لدينا معرفة جزئية بخصوصه من الواضح أن هناك بعض الميزات التي نفتقر إليها أخرى تزعجنا بشكل يومي على سبيل المثال في مشغل ال One UI يكون التمرير دائماً بشكل أفقي فقط للتنقل بين التطبيقات المثبتة يمكن أن تقدم سامسونج على الأقل الاختيار بين التنقل الراسي أو الوفقي بدءاً من أندرويد 12 ستشمل جوجل الكثير من الميزات الإضافية في قائمة التطبيقات الحديثة بما في ذلك لقطات الشاشة والترجمة المباشرة لاختيار النص و جوجل لينس بالمقارنة هذه الميزة واضحة نسبياً في سامسونج حيث تقدم مجموعة مختارة فقط من أربع اختصارات تنبؤية للتطبيق في الجزء السفلي من الشاشة سيتعين على سامسونج أيضاً إعادة صياغة نظام الإشعارات الحالي في ال One UI 3.1 تكون التنبيهات المنبثقة مجزاجة ولا تسمح لك بعرض جميع المعلومات الواردة في الإشعار نأمل أيضاً في عودة قائمة الطاقة في أندرويد 11 يعد الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة إلى عرض البطاقات المحفوظة في جوجل بلاي وأجهزة التشغيل الآلي للمنزل المتصلة بالهاتف الذكي لا نجد ذلك في الواجهة الشديدة لهواتف غالكسي الذكية وهو أمر محبط للغاية سيصل ال One UI 4.0 من سامسونج هذا الخريف بناء على ما حدث في السنوات السابقة قد نرى إصدارات تجريبية من البرنامج الجديد متاحة في وقت مبكر من سبتمبر أو اكتوبر سؤال آخر يمكن طرحه ما هي الأجهزة التي يمكن تثبيت ال One UI 4 عليها؟ نعلم جزء قائمة الأجهزة التي ستستفيد من ال One UI 4 وتتواصل السامسونج بالفعل بوضوح شديد في جدول تحديثاتها أولا سيتم تحديث جميع الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في عام 2021 إلى ال One UI 4 لذلك لنا قوم بتضمينها في هذه القائمة التي سوف أذكرها إذا اشتريت Galaxy S21 أو Galaxy A52 5G فستحصل بالتأكيد على التحديث فيما يلي الأجهزة التي ستتمتع بال One UI 4 نجد Galaxy S10 Galaxy S10e Galaxy S10 Plus Galaxy S10 5G Galaxy S10 Lite Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note 10 Lite Galaxy S20 Galaxy S20 Plus Galaxy S20 Ultra Galaxy S20 FE Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 Ultra Galaxy M21 Galaxy M31 Galaxy Z Flip Galaxy Z Flip 5G Galaxy Z Fold Galaxy Z Fold 2 Galaxy 21 Galaxy A31 Galaxy A41 Galaxy A51 Galaxy A71 Galaxy A80 Galaxy A90 بشكل عام إذا تم إصدار هاتف سامسونج Galaxy ذكي الخاص بك في 2019 أو 2020 فيجب ترقيته إلى ال One UI 4 نأتي إلى نهاية الفيديو ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله إلى اللقاء